أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع إيزوبيل كولمن نائبة مديرة الوكالة الأمريكية سيدة إيزوبيل أهلا بك ضيفة العاشرة في قناة المملكة وسبع لي أن أسألك بداية عن الزيارة للأردن ما الذي ستتابعينه عنك ثب لك يسرني وجودي معكم اليوم بدأت زيارتي للمنطقة في الدوحة التي زرتها للانضمام إلى مؤتمر LDC5 وهو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نموا أنفقنا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قرابة ثلث ميزانيتنا على البلدان الأقل نموا في العالم لذا كنت في الدوحة ثم انتهست ذلك فرصة لزيارة بعض البلدان الأخرى الأردن والدول المجاورة والأردن هو البلد الوحيد الذي زرته مرتين بصفة نائب المدير لذا فإنه ليسرني أن أعود هنا وأظن أن ذلك يعكس قوة شراكتنا والأمور العديدة المختلفة التي نعمل عليها معا ضمن الشراكة وثم من هنا سأذهب إلى ضفة الغربية وإسرائيل طب اليوم ما هي أولويات الوكالة الأمريكية في الأردن؟ طبيعة ربما المشاريع التي تحظى باهتمام استثنائي في الأردن؟ بداية يسرنا كثيرا وجود مذكرة التفاهم الجديدة وتعد مذكرة التفاهم هذه التي وقعناها هي الأطول على مر سبعة عوام والتي ستحقق ما يزيد عن عشر مليار دولار أمريكي للأردن خلال تلك الفترة ويجري عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن إطار هذه المذكرة لذلك تقدم مذكرة التفاهم بالتأكيد المساعدات الأمنية والعسكرية كما تقدم تمويل المشاريع التنموية وكذلك التحويلات النقدية والدعم المباشر لموازنة الحكومة تمتلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علاقة وشراكة طويلة جدا هنا في الأردن وتركز على عدد من العناصر المختلفة بما في ذلك النمو الاقتصادي وتحرص على وجود بيئة ممكنة قوية هنا لإيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي كما إننا نركز كثيرا أيضا على أجندة المياه فيشكل شح الموارد المائية مشكلة كبيرة هنا وقد استثمرنا الكثير لمساعدة الحكومة الأردنية على تحقيق أهدافها التي تتعلق بتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الماء إضافة إلى دعم الشعب الأردني حرصا على تقديم تعليم قوي كما أننا نقوم بالمزيد الآن بالتعليم العالي والخريجين الجدد بفرص العمل وندعم بشكل واسع بالفعل الشعب الأردني والبيئة الاقتصادية هل ما كل ما يقدم للأردن يقع في إطار مذكرة التفاهم ما بين المملكة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية كما ذلك ضمن مذكرة التفاهم فنحن نقدم تمويلا ثنائيا للمشاريع التي ننفذها هنا بالإضافة إلى المساعدة العسكرية والدعم المباشر لميزانية الحكومة كل ذلك تغطيه مذكرة التفاهم فعلى تقديم مع ربما زيادة التحديات ربما هناك حاجة لزيادة المساعدات الوكالة الأمريكية لقطعات بعينها هل تفكر ربما الوكالة في زيادة مساهماتها في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نراجع دائما ونؤديه استجابة للظروف المتغيرة فحتى إذا نظرت إلى المال الذي استثمرناه في التعليم على مر الأعوام هنا في الأردن فإننا نبتعد عن التعليم الأساسي والابتدائي فقد حقق الأردن العديد من الإنجازات في مجال التعليم وتقل أهمية تمويلنا في مستويات التعليم الأساسي وإننا بالفعل نحول تمويلنا لمساعدة خريجي الجامعات في الحصول على فرص للعمل فمن الصعب في بعض الأحيان أن تجد عملا نظرا لارتفاع مستويات البطالة فنساعد الأردنيين على إيجاد فرص للعمل هنا دون الحاجة إلى الهجرة هذه هي الطريقة التي نركز فيها على هذه الموارد على سبيل المثال بطبيعة الحالة الوكالة كما ذكرت تدعم بشري حيوية وأساسية التعليم بشكل أساسي قطاع المياه الذي يحظى به اهتمام كبير من قبل الوكالة الأمريكية ما تقوم به ربما الوكالة اليوم في إطار دعم مشروع ناقل الوطن مشروع العقبة عمان لتحلية ونقل المياه هناك العديد من الجوانب المختلفة للمبادرات المتعلقة بالمياه هنا أقصد يوجد مشروع ناقل الوطني ويوجد كما تعلم مشروع الطاقة مقابل المياه والجهود المبذولة في إدارة الماء هنا تزيد استدامة مع مرور الوقت في العام الماضي حين كنت هنا ذهبت إلى الشمال وتمكنت من زيارة منطقة المياه المشتركة في شمال الأردن ورأيت جميع الجوانب المختلفة لإدارة المياه مجتمعة ورؤية القناة تنقل الماء من بحيرة طبرية ورؤية التسرب الحقيقي من القنوات وتلك مشكلة خطيرة جدا ويشكل فاقد المياه مشكلة كبيرة هنا لذا عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على جميع الجوانب المختلفة لهذه المسألة ومع مرور الوقت أعلم أن الهدف يتمثل بتعزيز استدامة المياه هنا وتشكل معالجة مشكلة تعريفة المياه جانبا آخر من تلك المسألة والتي كانت السبب في دخول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شراكة مع الحكومة للمساعدة في إيجاد طريقة التقدم نحو تحقيق الاستدامة أيضا ما هو علاقة بدعم القطاع المائي معالجة ربما أزمة المناخ وأنت تدركين بأن هذه أزمة عالمية وأنه لابد ربما من التكييف مع التغير المناخي من خلال البنية تحتية أكثر مرونة ومراعاة لتغيرات المناخ ما يقدم في هذا الإطار إذن فإننا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نعمل أكثر وأكثر حول العالم فيما يخص مسألة التكييف المناخي وأعتقد بأن مشاكل المياه هنا في الأردن تعتبر بالخطورة نفسها بالنسبة لأي دولة أخرى ويرجع السبب بأننا نركز كثيرا على مشروع الناقل الوطني ومشاكل المياه الأخرى وهنا يجب الاعتراف بمدى أهمية المياه لمستقبل الأردن نظرا لنمو السكان كما تعلمون وزيادة التغير المناخي وزيادة احتمالية الجفاف وتجتمع هذه المشكلات كلها في الأردن ويركز العمل الذي نقوم به فيما يتعلق بالمياه على البنية التحتية فالأمر يتعلق بالكفاءة والاستدامة وهذه الأمور كلها مجتمعة وسيشكل مشروع الناقل الوطني قرابة 40% من استخدام الماء في البلاد وقد شاركنا كثيرا في ذلك أعلم أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استثمرت 300 مليون دولار أمريكي وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة جلبت 400 مليون دولار أمريكية أخرى ونحن نرى ذلك من أهم المشاريع التي يمكن أن نشارك الأردن فيها من أجل استدامتكم المستقبلية هناك أيضا قضية أساسية الوكالة كيف ربما تتابع جهود الأردن في الإصلاح السياسي والتحديث وكذلك رؤية جلالة الملك في هذا الإطار نحن داعمون جدا لرؤية جلالة الملك للتحديث السياسي والاقتصادي وداعمون جدا لتلك الأجندة وأعلم أنه أتيحت لي الفرصة بل هذا الصباح تحديدا للقاء العديد من الوزراء ونثمن استخدام المعايير التي يوظفونها الآن لتتبع التقدم مقابل مجموعة متنوعة من العناصر المختلفة من أجندة الإصلاح حتى ضمن مذكرة العمل لذا فإننا ننظر إلى التقدم مقابل هذه المعايير ونراقب عن كثب التقدم الذي تحرزون مقابلها ذكرت موضوع الشباب وفموضوع الحد بالنسبة البطالة وتغفير الفرص للخارجي من الجامعات الأردنية اليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة والمرأة دور أساسي في تحقيق التنمية وفي المجال السياسي والاقتصادي أهمية هذا الدور والدعم المقدم من قبل الوكالة في هذا الإطار أشكرك على الإشارة إلى أنه اليوم العالمي للمرأة إنه يوم مهم للغاية يجب الاحتفاء به في جميع أنحاء العالم وفي الأردن تحديداً تشكل النساء جزءاً مهماً من مستقبل البلاد وماضيه لكن كما أشرت فإن النساء يشكلنا الآن غالبية خريجي الجامعات في هذا البلد بنسبة 56% من الخريجين لكن 14% منهن فقط يجدنا وظائف رسمية لذلك ثم تفجوة كبيرة في كيفية استخدام رأس المال البشري في هذا البلد ندرك أن النساء يمثلن محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في الدول فعندما تعمل النساء تستفيد أسرهن ومجتمعاتهن من ذلك ثم تدراسات تظهر أنه إذا حصلت النساء على مستويات التوظيف نفسها مثل الرجال فإن الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد سيكون أكبر بمقدار 8 مليارات دولار أمريكي أي حوالي 20% أكبر مما هو عليه اليوم لذا فهذه فرصة كبيرة لاكتشاف طرق التوظيف النساء هنا في الأردن للاستفادة من تعليمهن ومهارتهن ومواهبهن بشكل أكثر فاعلية مما يتم الاستفادة منه اليوم هناك موضوع أساسي كذلك موضوع الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين أنت تعلمين بأن موارد المملكة محدودة تتعرض لإجهاد في هذا الإطار حتى يستمر الأردن في مواصلة الدور الإنساني كيف يمكن مساعدته في هذا الإطار ما الذي تقدمه وتوفره الوكالة اليوم من دعمه نثمن كثيرا جهود الأردن في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين كما تعلم فإن الولايات المتحدة كانت أكبر ممولا لدعم تلك الجهود حول اللاجئين في الواقع يسعدني جدا أن أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستلتزم بمبلغ إضافي قدره 55 مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين السوريين هنا في الأردن نحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد وكما تعلم كنا أكبر ممولا لأزمة اللاجئين السوريين ونقدر ما تفعله الحكومة الأردنية واستضافتها للاجئين ولكننا أيضا نؤدي دورا كبيرا في تعويض هذه التكاليف إذن الوكالة تعلن عن دعم إضافي في موضوع أزمة اللاجئين السوريين في هذا الإطار وهذا يحسب للوكالة في هذا الإطار نظرا للتحديات هناك التحديات الدولية ظروف الحرب بلا شك في أوكرانيا وتداعياتها تعتقدين أجب أن لا تكون سببا ربما في تراجع الدعم للدول المستضيفة منها الأردن ما أتفق معه هو أن غزو بوتن لأوكرانيا قد فرض الكثير من التكاليف على العالم ورفع أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية وأسعار الأسمدة لكن الكونغرس كان كريما للغاية في تمرير الفواتير التكميلية لم يسمح لنا ذلك بمواصلة مساعدتنا فحسب بل في الواقع زيادتها لذلك أصدرنا فواتير الأمن الغذائي التكميلية التي سمحت للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتوسيع تمويلنا للأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم الآن مع هذا الزلزال المأساوي للغاية الذي وقع في تركيا وسوريا نشهد زيادة في الاحتياجات الإنسانية لأسباب عديدة مختلفة بما في ذلك الحرب وكذلك الكوارث الطبيعية مثل الزلزال وتواصل الولايات المتحدة دعم جهود الإغاثة والجهود الإنسانية حول العالم على أعلى المستويات التي قدمناها على الإطلاق سيكون لديك زيارة لأضف الغربية تتبعين بلا شك أخبار ما يجري هناك أسألك هنا تحديدا هل يمكن تحسين جودة ونوعية حياة الشعب الفلسطيني دون أن يكون هناك حل سياسي نتفق على أن الحل السياسي ضروري وبينما نواصل دعم حل الدولتين وهو حل سياسي لهذا الوضع الصعب للغاية فإننا نستمر بدعم الشعب الفلسطيني وفي الجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية والتواصل بين الناس والتجارة البينية والنمو كل هذه الأمور لتعزيز القدرة على الحل السلمي لهذا الصراع لكن عدم وجود حل سياسي وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لا يعرض مشريع الوكالة أو يقود ويترك تلك الممارسات أثر على مشريع الوكالة ومواضيع التنمية في الأراضي الفلسطينية سأزور الضفة الغربية في هذه الرحلة أدرك أنها لحظة صعبة للغاية الآن ونحن نحث على الحل السلمي لهذا الصراع لدينا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج بقيمة تتراوح نصف مليار دولار والتي سنقدمها على مدى عدة أعوام في الضفة الغربية وقطاع غزة والغرض من زيارتي هو معرفة ما يمكن أن نفعله على أرض الواقع حتى في ظل هذه الصعوبات ذكرت أيضا الغوثة الذي قد في موضوع الكارثة الزلزال في تركيا وسوريا هنا أسألك عن المساعدات للوكالة هل تصل لجميع المحتجيز في تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية وغيرها؟ نعمل في شمال غرب سوريا والذي تضرر بشدة جراء الزلزال نعمل في شمال غرب سوريا منذ 12 عاما منذ بدء النزاع ولدينا شركاء في الموقع هناك وتمكننا على الفور من توجيه العمل الذي يقومون به للاستجابة للاحتياجات الملحة في أعقاب الزلزال لقد كنا متواجدين هناك بمواردنا على الفور في البداية كان معبر باب الهوى مغلقا ولكن بمجرد فتحه تمكننا من إيصال إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى شمال غرب سوريا حتى أننا نقلنا معدات البحث والإنقاذ إلى شمال شرق سوريا ونعمل هناك منذ لحظة وقوع الزلزال ألا يعرق ربما قانون قيصر من وصول تلك المساعدات يؤثر بشكل أو بآخر على ما يجب تقديمه لمن تضرر في المناطق السورية إن عقوباتنا على نظام الأسد لم تمنع أبدا تقديم المساعدة الإنسانية لذلك كان هناك دائما استثناء كامل للمساعدة الإنسانية لم يكن قانون قيصر عائقا أمام قدرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا لذلك لم يشكل هذا الأمر عائقا كانت القضية الوحيدة هي عدم القدرة على الوصول التي فرضها نظام الأسد لكن لم تكن عقوبتنا هي ما أعاقنا أدرك أن وزارة الخزانة أصدرت ترخيصا عاما إضافيا ولكن كان الغرض منه مجرد توضيح ما هو موجود بالفعل لطالما كانت لدينا القدرة على القيام بعملنا الإنساني في سوريا سيدة أوزابيل كولمن نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك